موسيقى مساء الخير وهلا وسهلا فيكم على الحلقة الجديدة من سبعة ثلاث موضيع الحلقة وثلاث موضيع مميزين مع ضيوف مميزين كمان اول شي رح نبلش وشوف شو هنال الموضيع موسيقى بها الحلقة من سبعة سرقة السيارات من عرسيل الى الاراضي السورية بعد دبي عشرين عشرين هل رح منكون مع اشرفية عشرين عشرين شو سر العلاقة المتجددة بين امريكا وايران موسيقى فازا الموضوع الاول هو موضوع منعاني في كلنا وخاصة شركات تأجير السيارات اللي هي السرقة نعم هو كل ما من زمان موجودة هالمشكلة بس هلا بها الايام عم بتزيد وما بعرف شو حلتها شو رأيكم اول شي نبلش به الريبرتاج هيدا اكتر سيارات هول لان هذا بيطلع عجرود مجرود وسبع ركاب واوقات بيكسروا من فوق بيحطوا علي خمسميات ودوش بيطلع لبرات لبنان بيستعملوا السيارة لكل الاسهلية يمكن تفجير كانوا اول شي يسرقوا السيارة يتلفنون لنا يفاوضونا مثلا عسعره هلا اني بيسرقوا السيارة مننطر تلفون احنا مننن ما حدا بيتلفين وعم تمبيع السيارة برات يعني تقريبا عشر تالف دولار يعني اللي كانوا يخذها مننا صار بيقبضها منننن فوق الجيب العائد لزميلة لليان نعسي السوريقة ايضا وهو مسجل تحت اسم شركة تأجير السيارات التابعة لشقيقها اما الحيال فعديدة وقد يستعمل السارقون بطاقات هوية سورية ولبنانية مزورة بتعيش على عصابك يعني بدك تكون عنده علم نفس لتشوف الشخص اللي عم بتأجره يبعط المدير الشركة اللي يطلع يتشكى بالمغفر بيطلع انه الكونترا بعد ما خلص بيقل له ما فيك تطلع غير ما فيك تتشكى غير ما يخلص الكونترا وكيه كيف بيكون سراء اوراق بيكون سراء اوراق خلص اذا كماشتوا للحرامة وحكمتوا بيطلع من الحبس بعد شهر شهر ومن سجن رومية تدار بعض العمليات على المكشوف اخر عملية صارت سرقة عندنا بعض وطالع من حبس رومي كان في غرفة عمليات برومي والاسوأ من ذلك ان هكذا سارقات غير مغطات من قبل شركات التأمين التي تعتبرها اساءة امانة ومن هنا الخسائر تتكبدها وكالات تأجير السيارات دون سواها لبنان بحاجة الى 500 وكالة تأجير سيارات كان العدد 250 قبل ان ينخفض الى 180 بعد ان اقفلت 70 وكالة تأجير بسبب الفلتان الامني الحاصل والآتي اعظم علما ان اصحاب الوكالات يقفون امام ما يحدث لا حول لهم ولا قوة نخلع ضيمة ام تي في سابل بالسيديو الاستاذ ليس اليا اللي هو صاحب شركة تأجير سيارات واخوها لزميلتنا لليان مساء الخير مساء النور لك بدنا نفهم القصة كلها يعني اليوم الناس بيعرفوا سرقة سيارات مش شي جديد خاصة مثل ما كان عم بيقول زميلة نخلة انه كانت من زمان معروفة وين تروح هلأ صارت توسعت اول شي بيوصل لزمون كيف بتعرفوا للزلمة قدم مش قدم في هايدي اول شغلة صح مية مية هلأ ما في عطول واحد ياخدوا باللبس اللي لابسوا والشكل بي كيف شكله كيف بيفوت لعندك بس وصلنا لوقات انه بدنا نتجنب اي غلطة نعمله هلأ صرنا عم نتطلع بالشخص اكتر ع ترتيبه نقول له بدنا كريدت كارت حتى يحط بري اوتوريزاشن يعني اجمالا اللي بيكون معه كريدت كارت بري اوتوريزاشن لميت خمسة لاف دولار يعني ما انه كتير جاي يسرق سيارة لان هيدا الامونت نحن بنعرفه اللي عم بياخده منه ما عم بيقدر يحصل منه اكتر من هيك او اذا معه دفتر شكات وشفناه بالمنطقة لوكل اوراقه مزبوطة منشيك اوقات على الـ ID طبعيته اذا لحقنا قبل الساعة سبعة في عنا سيستام نقدر نشوف شو وضعيته بس اللي بيقارك اكتر انه بس شيك عليه ويكون كتير نضيف ممكن عم بيحرق حاله ويحرق اسمه لأول مرة وممكن انه بعضه مش نازل على السجل العدلة مش نازل اسمه ما في مذكرات توقف عليه بالغلط او اي شي ممكن يكون قطعنا اول مرحلة انت اجا شخص لعندك وشفته انه كتير مرتب وفيك تأجروا سيارة بتأجروا هاي السيارة شو بيصير بعدين هلا هيدا جيب الراح اخر واحد كم واحد صاروا ليه اي شي اربع خمسة هاولي اربع خمسة هاولي اخسارة على الحلم وانا محزوز بالنسبة لغير شركات اجار رايح لون يمكن بالسنة اربع بس انا شوية لان قد ما فيه عم يكون يعني عم نكون منتبهين نعم طيب فاذا قلنا نحن اجرنا هالسيارة كيف تعرف شو بيصير شو بيصير نعم نشيك الوراء اللازمي هلا اذا جيب اني يعني اي سعر بيتعدل اربعين خمسين الف دولار اجمالة اذا كنت بالمكتب بياخدوا رأيي فيه واللي سرق اخر جيب اللي هو الاكسيكس طلع لعندي على المكتب وعطها نوية وارتحت له كتير بالحكي وراءه شفتها كلها مزبوطة لعبها مية بالمية علي حتى شاف وراي بارودة صايد فات معي بقصة الصايد وبدو يطلع على القاع يعني محتل مرتب محتل وعزمي واثر يطلع لعندي اطلع لعندي على يعني على القاع وعنده سهل هناك ومنقوس ولشو بيقلك بديو يستقجره هيك شخص يعني اليوم جاي ياخد عندك اكسيكس اكسيكس وانت واكيد الاكسيكس منا معمولة لتطلع افراد سؤالك بمحله لانه هو صرحني وقال لي بديو يطلع على القاع فيه ارتحت له قلت له بوقتها قلت له شفت لو مناك اي اللي رايع على القاع وبيوقف جي بي اس انا ما بدور لك ايه بقى حطني قدمنه عنده الحنكة تبعيته طبع السرقة والمافيا طبعيته قللي انه طالع على القاع ضاعته هو وعائلته لانعرف فيه جي بي اس بيطفي برياء او بمطرح قبل بريتال عندنا السستان بقلبه الديفايس بيطفي بقى لو ما قللي طالع على القاع وطفى معه كان رح يجيب الشك على الموضوع وكنت مدورت له ايه بينما لانه قللي اتصل فيي من دوريس من المنطق العام يعني قللي انا مسئولية انا اللي اخدت الجيب ويحو مطفي معي قلت له خمس دقايق ودور قللي اللي ارضى عليك الام معي العالي ومطرح قتم كتير قلت له تكرم معينك دور بعد خمس دقايق دار قللي قال لي مسئولية انا اللي اخدت لك سيكس بتشكرك دار وما في مشكلة واز بيروح في خمسة عشر دقيقة سويقة على منطق اسمه حزين قدرنا نعمل لوكيشن وين اخر لوكيشن راح الارسال فيو لان ما قدروا يشيلوا جي بي اس مننا عالطريق العام وفكوا هونيك ودلوا ماشي بقى مشان هيك قصة القاع وقصة الصيد وقصة انا عرفت سهلت له تسهيل مروره اليوم انت راح لك سيارة اكيد كل هالسيارات مأمنة عم بيقولولي بالروبورتاج كانوا عم بيقولول ما بتأمنوا يعني شركات تأمين ما بتأمن هالسيارات بهاك وضع بس تنسرق السيارة بيبقى لك شغلة لقى لك يلي هي سوفينير هو مفتاح الاسبار طبع السيارة ليه لان شركات الاسيرانس اي سيارة تتأجر مع مفتاحها ما بتغبطي لكيف ممكن واحد يأجرها بلا مفتاحها كيف ولو هذا كل العالم بيسألوني هالسؤال حتى اللي بيعرفون انه راح لك جيب طيب يلا السجارة بتعود لا سجارة ادامهم كل يطلقون شركات الاسيرانس لان عم نعاني معهم ندفع مصاري مليون دولارات نحنا سنويا ما بيغطوا بيقولولك هاي دي مانا سرقة هاي دي إساءة أمانة متل ما القضاء بيقولك إساءة أمانة بيقعد بالحبس بيحكموه ست شهر لواحد عامل هاك شعشر جبات سرقن بيحكموه ست شهر حسن السلوك للأربعة بيقعد شهران وشهران بسند إقامة هي نفسها كمان طب هلا أنا بفهم اليوم شركة تأمين ما فيها تعرف اي شركة تأمين عم تحتال وأي شركة تأمين ما عم تحتال يعني بتصور ما فيها تحتال مش لمصلحتها تحتال أنا فهمتك يمكن عم تقول أنه كل واحد اللي كان بيقول السيارة انسرقت وبقبة تحقها وبطلع بقبة خمسالاف دولار من اللي عم بيخدها مني أكيد لا لأن أول شغلة السيارة قد ما يكون حقها السيرونس لو عتها رفلك فيها ما بيعطيك مية بالمية بده يدفع لك ثمانين بالمية ما بيدفع ثمانين بالمية يعني مش مصلحتك ثمانين وفي تدني سعر يعني بيوصل للستين وين تجي لأوين جمرك ولا ممكن هذا الشيء يوفي معه طبوا بس تحكم مع شركات التأمين ما فيها يعني هالشي يقنعون أنه اليوم صاحب الشركة ما ممكن يكون عم بيحتال عليها بما أنه خسران أكتر بيسرقتها بدك بصراحة وهيدا شيء بتحترمهم لشركة التأمين من سايد بيقولوا لك ما بنا نعمل أجار ما بيهمهم شركات الأجار بدك تعمل واسطة حتى يصغروا لك سيارات أجار دغري أي شركة تسمع أجار مارسي أورفور ما بدون طب نحن وين السياحة طبعيتنا وين نقابة طبعيتنا وين ضمانات طبعيتنا ما في شيء أنا ما بلاقي شيء بشغلة الأجار هو بوزيتف كل شيء نيجاتيف فيه هيا الحقيقة هي اللي عمسورة طب كيف بتصير بره عم جاري يفكر ببلدين يعني أوكي يمكن بره بتقلين بيقدر يلقتوا السيارة كنت عايش بلندن أنا نعم بلندن إذا أنت رحت تستأجر سيارة مالي عم نطلع شوية من الحديث لا بعده زيت الموضوع شو ما يصير فيها انسرقت انضربت راح دوليبة انشبقت من وراء تعطيهم المفتاح وبتضلك رايح الأسيرونس عليه أسيرونس شركة الأسيرونس عندها أسيرونس تعطيك تعمل لك فولي كفر على كل شيء هون لا إذا المستأجر بيقرأ العقد والتورمان كندشن أنا بشارتك مسيو سارج حضرتك باطل تستأجر لأن عليك مسؤولية كبيرة إذا راح تكسر عليك 25% جاي عم تستأجر سيارة تروح ويك أنت تدفع 200 دولار كيف يكون بلد فيه سياحة إذا هلقدة أول شغلة من السيارة هلقدة معقدة ما بيكون فيه أنون خاص لسيارات الأجار فيه وانين بس بيقولوا الكوانين وين 1974 و64 بس مش عقيمنا يعني يعني من غير شي القطاع مضروب لأنه ما فيه سياحة وهلكم واحد اللي بيجو بدون يمرقوا بكلها المصيبة تا يستأجر سيارة حصولنا أزمة يعني غير ناس عم بيقدروا يشتغلوا يتقدموا نحنا يعني مسؤوليات يعني إذا سرق بدي يدفعوك ما بعرف زحكينا بهالموضوع شو هو إلا مثلا هلأ نجيب السرق نعم هلأ آخر السنة بدي يدفعوك ما بعرف زحكينا فيها لا ما حكينا فيها جيب مثلا هلأ مسروق عندي فور أكزامبل آخر السنة متوجب علي تعمله إنقاد وشيله من السر هلأ هو مسروق هو مسروق بدك تدفع إنقاده والجمرك المخفض تبعوله يعني بيطلع لفاتورة بين 7000-8000 دولار وإذا عليه شي باركينغ تيكت كمان أحلى ما تجييني بالنشرة لبينا تترك ساعتين تتطلع مغفر دارك تبلغ عشي بتقعد لك الساعتين بس كأن النشرة هي مش أكتر من إنه إيميل وبتبعته بك يعني كل شي بيحس حالك تقفهم مزبوط اليوم سيارة قرادين سرقيت وإنت خسران فيها وبتجي إخر السنة بدك تدفع كل شي علي رسوم حتى لو همي مسروق 100 مئة لو باركينغ تيكت قبل بنهار شاطرين بهالأمور لكن الدولة أنا ببصم بالعشرة بهك أمور على اللي آكل الضروبة 100% ببصم لهم يعني بيعرفوا ما بيمروا عليهم شي طيب شو بتعمل بتوقف تأجر سيارات المطلوبة مثل مثلا الفور باي فور اللي هلا هلا أنت عم تحكي عن سيارات أجار اللي عم بيجوا بس في ناس حتى سيارات خاصة معروفة التويوتا تاكوما الميسان ما بعرف شو غير بيروح راح لبيكانتو آيتان وشو بدون فيها يا عرب شافية كمان شو بيعوها كيف أنت بتبيع جفتك بتغيروا من الروبيس لغير ماركة بس ما بتروح على سوريا راح تعبر بريتال بلا كمان اتنين جبتوا من بريتال مخابرات الجاي جبوا اتنين طلع فتشنا بيع على حدن وحدن لقاها صغيرة بدل على الروح ما بتوفي معه كتير صغيرة يعني بخبرك شي هيك شوي للمشاهدين يعني يحسوا بالموضوع ويدحكوا يعني أنا راح لجيب من شي سنتين بقى حاول يحكيني يقول لي بدوا عشتالاف دولار اللي أخدوا بقى من بريتال من فوق بقى قلت له زبطة بستالاف شركة كانوا فيه مفاوضات كانوا فيه مفاوضات هاي وقفت ياريت بعده لو بعدها كان أرخص أكيد أكيد يمكن خوفناهم كتير ما كان لازم ندق فيهم بقى بدأ قللي صح سوء تاني ياللي جاينلو صح فيه غير ناس مية بالمية بقللي قلت له ستة لافزة فيك قال لي عشرة أو بيعوا غير مطرح قلت له يا خايزبط لي يا شوية صغيرة قال لي والله العظيم هايك هيدا أنضف جيب عندي كأنه كأنه عم بيعوا بالمعرض وأنا عيني فيه تأشتري قلت له أكيد هنضف جيب بقلبي ما هو لقلي حطط له دولي وجنو طبعا بقى مصخرة عجاد مصخرة هلأ عم نتضحك بس مصخرة وما حدا عم نتطلع فينه شو نستقبل المصلحة مستقبل البلد أول شي البلد نتمنى أنه يكون كل شيء منيح ودايما نحنا منحكي بي إيجابية بس مصلحتكم أجار السيارات إذا هيك عندكم مشاكل مش قدرين تحلوها أنا بالنسبة لأيلي بدر أحكيك بالنسبة لأيلي اللي قايم فينا عنا سيارات أعراس اللي أودين كارز وقاية فيها يعني بتوقفنا على إجرينا وعندي بزنس بلندن بس اللي ما عنده شعارة بانديو السيارة مثلا بنات بنات بنتين أخدو تسرقها لسيارة العروس لا ما بيروحوا مع العريس لا تاخد العريس معه إيه ما هيبتكون سرقتو عصلا للعريس وتياخد السيارة الهزم انتبقوا له بس في بنات كمان ما رأوا لعندك وسرقوا سيارات إيه سرقوا سيارات وفي منهم كمشوا على المصنع بنات بنات ولاد ناس مهمة كتير كمان على كل حال مش قلية نتمنى أنه ينحل هالموضوع ما بعرف كيف أكيدة أنه عنا مشاكل كتير بالبلد بس كمان إذا ما بدنا نتكل على السياحة ما بعرف على شو بعد فينا نتكل هيدا شي مظبوط هلأ بالنسبة للكوى الأمنية فيها تشتغل كوى الأمنية وأنا تعوانت مع السرقات الدولية وعم بيجاربوا قدمة فيهم مكتب سرقات الدولية بس كمان بدوا يكون عندهم يكون عندهم مثل جرين لايت خط أخضر مثلا إذا إجا معلومة إنه هذا الشخص موجود هناك حتى تكمش حرامة بدك بدك ترائب بدك واحد يقعد كل الليل ومش نروح ساعة ونفل وما بتلومون يعني يضلوا أحد قاعد بدون يشتغلوا أكتر شوي سيكون عندهم صلاحيات أكتر مرسي كتير لو وجودك معنا بها الموضوع ومتمنى هالموضوع كمان نلاقي له حل أكيد في عنا مشاكل كتير كبيرة بس هيدا مشكلة لأنه بتأثر على السياحة رح نتوقف مع أول بريك أعلاني ونرجع بنتابع بعد شوي خليكن معنا الموضوع التاني رح نحكي عن بيروت وبالتحديد عن الأشرفية وعن المشروع أشرفية 2020 رح نحكي عن هالموضوع ونستقبل بالسوديو مادام كارول بابيكين رئيس جمعية أشرفية 2020 سمعنا كتير عنها بدنا هيك نفهم شو هي لأنا بعرف فيه هلأ شي رح يصير بالجميزة قريبا بس هو شو شو الفكرة الرئيسية حول أشرفية 2020 إيه هلأ قبل ما أحكي بانسوار سهل أهلا سهلا قبل ما أحكي عن النهار الأحد اللي بده يكون ديسكوفر جميزة بدي أعرفكم شوي على الأشرفية 2020 بتصور في كتير ناس سامعين عنا أورادي لأنه هايدي الجامعية تأسست من سنة تقريبا وأول مرة عملنا نهار للمشهة سكرنا تقريبا كل الأشرفية عملنا هاي المبادرة الفكرة وراها إنه بدنا نحسن نمط الحياة بالأشرفية يعني صار فيه عاجة كتير صار فيه تلوث بيئة سماعية من جميع النواحي كيف ما برمت والسكان الأشرفية ما بقعا بيعرفوا إنه هايدي مدينتنا فالفكرة وراها بدي أقول إنه نديم جميل هو يطلع بالفكرة وجمع ناس من الأشرفية من السكان كل واحد منا عندو انجاجمان إذا بدك ومنحب المدينة كتير ما منحب نطلع منا وعم نجرب نعمل شي فجمعنا ونصحب هو قالنا أنا من ورا بدلني أنا وراكم و تساپورتيو مثل ما بيقولو بس ما بدو يعطيها طابع سياسي فله السبب أبدا ما في ما بينحكى سياسي الأشرفية كمدينة لكل سكان الأشرفية شو ما كان لونه السياسي ماذا بيكون قبل قبل ما تكامل أنا ما فيني أسمع هيك ما علق شوي معك حق يمكن هيدا هي الفكرة من وراها بس هل في تجاوب من الكل يعني اليوم هل مثلا كل فعاليات الباقية بالمنطقة وخاصة طيار الوطني الحر هل بيساعدوكم ومعكم ولا بيشجعو بس بيعدو بعض مثلا راح قللك شو نحنا المساعدة ما عم نطلبها من أطياف سياسية نحنا بنطلب مساعدة مثلا البلدية وقد بدنا نعمل نسكر شارع للسيارات البلدية عم تتجاوب معنا الدرك عم بيتجاوب بس أنت قلت لي ما في سياسي بس أن ما يكون في سياسي لازم يكون في الطرفين المسيحيين اللي موجودين بالأشرفية مش قضية سياسي لأنه نحنا بس نقول للناس تاعوا عرضو مثلا اليوم هلأ بالدسكوفر جميزي في ع درج ثاني كولا في معرض لنبيد مثلا أنا ما بعرف شو انتمائه السياسي اللي عم بيبيع نبيد إذا كان كسارع كفرية مارسياس ما بدي أعرف شو انتمائه أنا بعرف هيدا بينتج نبيد بلبنين بدي يكون موجود فإذا النية أنه ما تكون أبدا مسيسة وتكون لكل الأهالي بالتساوي وما فرقاني معنا لمين بينتمي ولا تشجع الناس اللي عندن تجارة أو صناعة وبالأشرفية بالزيد يقدروا يجو يزدهروا شوي أكتر يعني بشغلهم يصير فيه ازدهار شوي لأنه حالة البلد طب وين بتكون توصلوا بالعشرين عشرين شو الهدف بالبعد سبع سنين الهدف أنه يكون فيه توعية عند الناس أكتر يحبوا مدينتهم أكتر ويكونوا مستعدين هن يساعدونا ويخافوا على المدينة كل واحد هو بده ينتبه أنه لا هيدا بيتي مش أنه قضية هيدا البلد بكب على الطريق أو بعمل هيك مثلا بدنا يكون فيه خدار أكتر بدنا نعمل مشروع أنا سمعت مثلا ناس قالوا لو كل واحد بس قدام محله بيهتم بس بهالخمس متار لقدام محله متل ما حضرتك عم تقولي بيزرع بيحط خدار بيحط ورد بشكل متناسي تنتهي القصة ما بده أكتر من هيك جربته تحكم مع التجار هلأ عم نعمل شوي شوي هالتوهية نحنا بدك تقولي يعني الجامعية بعدها كتير صبية نعم بس منشجعكم نحنا منحب هالمبادرة مرسي أنا بدي أشكر عاكل حال الام تي في وجي هاد مر يعني على طول ورانا بهالبشارية شو ما طلبنا منو إن كان بالغاديو ولا بالتلفزيون عم بيجيوب معنا ففيه ناس هلأ مثلا أول مرة عملنا صارو يسألو شو هاي شو يعني جورني بيتان شو ديسكوفر أشغافية نفسر لكل واحد صارو شوي شوي العالم وأتشافو شو الوضع إنو بلا سيارات تعو كازروا ع طرقات تمشو استأجروا بيسيكلات وعملوا فيلو بس ما فيها تكون على طول بلا السيارات يعني مش على طول بس بتصير تحس إنو فيك تعمل بركي إفار صغير إنك ما تكون دايما أنت تروح من هالنقطة لـ 200 متر بحيد تاخد هالسيارة معلش شي فيك تتمشى معقول ينعمل هالشي ومشكل شي بالشيع بالنتيجة بقى بدو يكون ييجي هال يعني هالجهد من المواطن فكرتي ليش الناس ما بتتمشى فكرتي مثلا إنو ما في رصيف إلا ما بيصفوا عليه سيارات فكرتوا مثلا بهالطريقة إنو حطي حالي كمحل اللي عم بيمشي أنا مش بس بدي حط حالي أنا بمشي وأنا ساكنة بالأشافية نعم مثلا سيارتي عملت أكسيدان وراحت عالجاراج بس ضلت عجمعة جمعتين أوكي أخد سيارة من البيت ولا شي بس وقت فيي استخدم السيارة روح مشي بدي روح على السوبر ماركت طيب فيه نقطة بالأشافية ما فيه سوبر ماركت حداك فيه ستات كتير ما بيسوقوا بالأشافية هول اللي بيسموه انطنتات الأشافية بيمشوا كتير إذا بتشوف يعني بتلاقي إنو فيه ناس بيمشوا بلبنان إذا ما إنو مجبور الواحد ما بيمشي بدو شوي يغير بطريق التفكير يعني أول شي عم بتجربوا تشجعوا الناس إنه تمشي بالأشرفية مش بس تسوق شو غير شي مثلا؟ بطريق التفكير نعم تنتبه مثلا لزمامير هاي كمان بدنا نعمل متل ما بيقولوا توعية إنو الزمور مش كل ما نرفاس بتحط إيدك عالزمور لأنو انت أوكي فشت خلقك بس فيه ناس سكنين بالمنطقة كمانا مش ضروري تسمعهم كل يوم هالزمور كل تكة كل ما نرفاسك اللي عم بيصير بالجميزة بعد يومين السؤال هو هالي الجميزة معروف معايناتهم يعني مع الشارع اللي خفت شوي معايناتهم ما بعرف إذا مبسوطين أكتر يعني بس التجار لا خفت هو من سوق الأحوال الاقتصادية بلبنان ما مش نهيك عم بيقول لك منا أكيد الكلمة بسوطين إنو خفت معايناتهم بس إنو ايه هل كمان عم بيلتقى لحالة إنو كانت المشكلة الكبيرة هي إنو ما في باركينج قريب بتا يقدروا الناس يصفوا ويمشوا بما إنو هالشارع كتير حلول ما شا فيه بس كمان في مشكلة الضجم بعد الساعات نعاش في مشكلة اللي بيكونوا شوي شربانين زيادة في كتير مشكل بس بالنتيجة بدك تلقي الحلول يعني واحد إذا بدو يضال يطلع بالمشكل بدون ما يفكر هلأ مثلا الناس اللي بدون يجوا نهار الأحد نحنا اجتغلنا وفي سوليدار كل الباركينج اللي بيسوليدار بيقدروا ناس يصفوا فيهم حتى بمحطة شغل حلو بيقدروا يصفوا السيارات وأصلا انت جاية تتمشي بدك تكون مش لابسين كعب عالي أو لابسين ده بدون يجوا بالإسبابي ده أنا نقنع ستات ما يلبسوا كعب بيقتنهوا بسرعة متى تلهم هلأ كلهم بنتروا هنهارات مش انت يجوا وينبسطوا مش ضروري يطلع واحد يباعد عن المدينة مش شو رح يكون فيه بالجميزة بعد يومين شو 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 نطرهم الناس بالجميزة رح نسكر الشارع من عن شي بول لحديث كنيسة سنت انتوان يعني بدك تقول على طول ثمانمية وستين متر تقريبا اللي هو شارع أحلى شارع يعني أول شي ما فيه طلعات نازلت مضبوط يعني بيتمشى الواحد بيكون مبسوط هلأ اسمه ديسكوفر جميزة لأنه بيضل فيه اشي حلوة واحد يطلع يعني بس تكون عم بتسوق صعبة كتير تشوفها قالوا رح يكون فيه موسيقه حلوة ورح يكون فيه ستاند للديجيز من الساعة عشرة صبح للسبعة عشية عنا نشاطات ثقافية موسيقية وين تقريبا هيك من روح ضغري مطرح ما كل واحد بيهم هيدا الصوت ضغري بيوصل له الواحد مخال ما فيه ديجي بس رح نبلش بإذا بنحكي عن شي بول مثلا من قدام شوي في معرض لرسمين نعم دونك بنشاطات الفنية عنا رسمين عنا تلميذ القلبة بدون يحطوا صور عن المدينة واشياء بعضينا بتكفي فيه الديجيز يلي كل ساعة بدو يتغير يعني ويجي حدا جديد أكيد المحلات كلها فتحة ونحنا مش عم نخلي حدا يعمل ستاند قدام محل تجاري أو مطعم هلا بحب قول للناس إنو عشرة فيه 2020 كجمعية عم بيستقبلونا مطعم الطبخة رح يكونوا فتحين من الساعة الستة ليساعدونا لأنو من الصبح نحنا هونيك لننزبت ونركب وبشكرون دونك رح نكون موجودين هونيك يعني كل شخص بيحب يجي يسأل سؤالات أو يشوفنا أو يسجل اسمه رح نجيب دفتر كبير نخليه مثل ما بعرف شو بدك تسمي يسجلوا اسمه مين بيحب يساعدنا نحنا هادي الأشرفية الجمعية مش إنو عم نخليها لقلنا وممنوع حدا يقرب بدنا كل واحد يحس حاله إنو هو منا يجي خاصة من سكان الأشرفية إنو مبدئيا ايه أكيد اللي بيحب يساعد من بره أهله وسهله فيه من فيه ناس بتحبوا عكل حال انت بتصور عم تدعي كل اللبنانية يجو أنا بدعي الكل يجو بدعي يلي سكنين بغير مناطق ياخدو مثل على اللي عم نعملو يعملو بمنطقتن كمان لأنو هيدا الشي بدو الشغل عشان بتطبع على كل بيروت المشاكل الموجودة بالأشرفية موجودة بكل بيروت هيدا إذا ريحت عجلة ديب عش دايدة مش أحسن عندن شوارع أوسع كمان فيهن يعملو إشي حلوي هني طيب كل سنة رح يكون فيها دا موعد سنوي لأنو بعرف سنة الماضي كان فيه بس كان بغير مطرح هالسنة نقلتوه على الجميزة بس كل سنة رح يتنقل بقلب الأشرفية نحنا بدي أقول لك سانج بهالسنة هادي عملنا أربع نشاطات أربع نهارات للمشات فأول واحد كان بقيلول وقتها سكرنا كل الأشرفية من بعد عملنا بنوفمبر بأرميل وكانوا كتير مبسوطين الناس هونيك يعني كتير انبسطوا والتجار فتحوا من الصباح وبيعوا بتعرف نهار أحد أصلا ما حدا بيبيع يعني عادة بعدين نقلنا بنسان عملنا بمر مخايل وهونيك نجاح كان عشرين على عشرين إذا فينا نقول بتذكر تجار كلهم طلبوا مننا أنه كل شهر نعمل نهار أحد هادي صعبة علينا حلوة بدون يساعدونا لأنه بدي أقول شغلي كمان أنه هو اللي بيكلفوا ها نهارات بيكلفوا وفي كتير متطوعين لأنه بعرف أنه ما فيكن لوحدكم تعملوها أكيد في شباب من الأشرفية وبيجوا بيساعدوكم هلا لأنه ما كتير بيعرفوا فيها الشغلي يعني نهار المشات عم نعملوا تا يسمعوا عنا لأنه نحنا مشاريعنا أكبر من هيك بدنا نعمل خدار عسطوح المدارس بدنا نعمل توعية ضد الزميمير توعية لعدم هدر الطاقة إن كان كهرباء ماي هؤل المشاريع لازم يكونوا يوصلوا بزهنه للواحد يعني كيف بالزمان كان كل واحد يدخن ما يفكر إنه الدخان فيه شي غلاط هلا عالتوعية كل واحد لو بده يدخن بيعرف إنه فيه وما فيه فيه ضرر لأنه صار فيه توعية بالمتوقع بكرة إذا بدك تزمر تعرف عم تزمر إذا تعرف إنك عم تزعج حدا هلا ما حدا عم بيقلك إيه إذا بدك تترك ضوء ضوء وتفل من القوضة راح تعرف إنه عم تعمل شي مش كثير مظبوط عم تهدر كهرباء هايدي التوعية اللي بدنا نخلي الناس يربعوا عليها وينتبهوا لها عكل حال مدام بابيكام نتمنى لكم النجاح خاصة بهال بعد يومين وأكيد أنا راح كون موجود بس بدي أول كلمتين أنا بدي أدعي كل واحد اللي مستعدي يساعد نحن المصريات مش عم تشتي علينا وكل شي مشاريع عنا إيهون أنتو بتعفوا كل شي بيكلف في عنا ديز إنيسياتيف برسونيل كم عندي يعني أشخاص بهمن إنه يتحسن وضع المدينة عنا وبدأ أشكر شكر خاص لجاد داغير اللي هو بيزنسمان وما إله أي مصلحة مثلاً صناعية أو تجارية بالأشرفية بس وقت بيسمع إنه عم نعمل هيك شي بيقلنا أنا بساعدكن أنا وراكن بتصور في كتير ناس هك يعني ناس ساكين بالجميزة مثلاً شاغبيل غصن عم بيعمر بنية هوني كي بدنا كهرباء نحنا كهرباء تلحي ما بتكفي تلفنيلوا أكيد كلنا عحسابكن فيه مطار تبع الورشة خلاص مدوش راية تعملو البتكوني يعني كل واحد بيحب يساعد أهلا وسهلا فيه أنا بتصور إنه إذا أنتوا بالجميزة اليوم كل اللي عم بيتسمعوا علينا من الجميزة راح يساعدوكن بس بدوا يمكن يعرفوا كيف بيتواصلوا معكم بيتوصلوا في شي رقم تليفون في رقم تليفون في واحدة وسبعين تسعة أربعة سفر سفر خمسة أربعة تسعة 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 نوف كاتر زيغو زيغو سينك كاتر تسعة أربعة سفر سفر خمسة أربعة على الواحدة وسبعين هادي إذا بتحبوا تشاركوا وتساعدوهم لأنه بالنتجة هي بمنطقتكم والكل راح يستفيدوا وعم نعملها بطريقة بروفسيونال في شركة أربن أرت عم تساعدنا على ننظم الشغلة ما تكون بس هيك إنه أكيد كل سنة بتقولي لي عم نكون سنة يعني أكيد بعدين راح تتحسن وواكبونا وتفضلوا لأحد كمان نكون منبسة نشوفكم تحت أهلا وسهلا فيك مدام بابيكي نتمنى لكم النجاح وأكيد كل السكان الأشرفين اللي أنا واحد منهم أكيد راح نكون بجميزة نهار الأحد راح نتوقف مع تاني بريك علينا ونرجع نتابع بعد شوي خليكم معنا أكيد من أسبوع لهلا كل الحديث هو عن هالاتفاق اللي صار بين الولايات المتحدة وإيران أكيد عن الملف النووي اللي كان صار لو عم بيحكوا فيه ويتباحسوا بالموضوع من زمن كتير كبير بس هلأ الهيئة وصلوا للاتفاق خلينا نبدأ أول شيء بهالريبروتاج يبدو أن اسم حسن روحاني سيرتبط إلى حد كبير بإيران المنفتحة والديبلوماسية بعدما تحولت مع محمود أحمد نجاد في السنوات الماضية إلى إيران المعزولة دوليا فبعدما ترافق اسم روحاني مع تجميد البرنامج النووي الإيراني عام 2003 قبل أن يستأنف مع انتخاب أحمد نجاد تمكن روحاني مرة جديدة من انتزاع اتفاق مع الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل خفض بعض العقوبات الاقتصادية على بلاده الدخان الأبيض خرج من قاعة الاستقبال في أحد فنادق جناف بعد خمسة أيام من المفاوضات واجتمع وزراء خارجية الدول الست مع وزير الخارجية الإيرانية للاستماع إلى بنود الاتفاق تتلوها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الاتفاق الذي أتى نتيجة محادثات سرية بدأت منذ الصيف بين الولايات المتحدة وإيران كما أعلن مسؤولون أمريكيون سيجعل العالم وإسرائيل أكثر أمانا وفق وزير الخارجية الأمريكية جون كاري لكن تباينا في الموقفين الأمريكي والإيراني أبرز بعض التناقضات في الاتفاق بحيث أكد كاري أن النص لم يعطي إيران الحق في تخصيب اليورانيوم في رد على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الذي اعتبر أن النص يتضمن إشارة واضحة مفادها أن التخصيب سيستمر في إيران الطرف الروسي رحب بدوره بالاتفاق الذي رأى أن ليس فيه من خاسر في حين رأت فرنسا فيه خطوة في الاتجاه الصحيح علما أنها كانت أكثر المتشددين في المناقشات أما في تهران فقد حصل روحاني على مباركة وترحيب المرشد الأعلى علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الكبرى في حين لفتت مبادرة إلكترونية للرئيس الإيراني بعد الاتفاق تمثلت بمشاركة تغريدات الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية البريطانية ويليام هيك وكأن تكريس العلاقات انسحب على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاتفاق سيعيد طهران للعب دور بارس في المنطقة رغم الصعوبات في ملفها النووي التي أقر بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكن مجرد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود هو بحد ذاته إنجاز بالنسبة لطهران نحكي عن هذا الموضوع نستقبل بالستوديو الدكتور لويس حنيني أستاذ في العلوم السياسية بجامعة الروح الأدوس الكاسليك مساء الخير مساء النور أول سؤال بدي أسألك يا عشو تتفقوا على المضبوط وشو الأشياء اللي بعد ما تتفقوا عليها بشكل محدد في هذه المرحلة الانتقالية مش بدين فهم إنه هيدا اتفاق مرحلي مدته ست شهور سوف ترفع جزء من العقوبات عن إيران منها متعلق بالمعادن منها متعلق بالقطاع الغيار متعلقة بالطيران والسيارات ومنها متعلق ببعض المشتقات النفطية وخصوصا البنزين لأنه إيران بنقصة بنزين لأنه بتستورد البنزين الشيء اللي ما تتفقوا علي بعد ما سوف يكون علي دور إيران في المستقبل من بعد ما ست شهور تنتهي هذه المرحلة الانتقالية سوف يبقى لإيران الحق بأن تخصب الإيرانيوم بنسبة لا تسمح لها بأن يكون في عندها قنبلة نووية لاحقا مين بدل رائب هذا الشيء؟ في عندهم مراقبة يومية من قبل المنظمة الدولية وفي عندهم مراقبة بشكل مفاجئ أي ساعة متين المفاعلات النووية الإيرانية عرضة لهذه دكتور حنينة إذا بفهم مضبوط تخليت إيران عن قنبلة نووية بس تا يظل عندها مفاعل نووية للطاقة والا الفرنسيين قدروا أخذوا بالمرحلة الثانية لأنه وقت العلق آخر اتفاقية وتعليد آخر اجتماعات وتفق مهائيا على هذا تعهدت حقفيا على الورق بأنها لن تسعى يوما لأن يكون عندها قنبلة نووية كتير منيح هلأ اليوم في كتير ناس عم بيهلله يعني مبسوطين كتير هل هيدا نجاح لإيران أو بالعكس قبلة تتخلى عن الإنبلة النووية لتاخد تخفيدات بكل بكل العقوبات المفروضة عليها مما لا شك فيه أنه بهالعملية هذه بين الرابحين والخاسرين إيران هي رابحة الأساسية في عندها بس حتى لتقدر تعرف استيزي حولها في عندهم 37% من شبابهم تحت الـ 25 سنة وبيعدوا 70 مليون إنسان معنيتا هيدا بلد أكتر وأكتر يجب أنه ينفتح من شان تحت الشباب وما تكونش عرضة لأنه يكون عملية ثافت بالداخل ويهدد النظام معنيتا محكمين على أنه ينفتحوا إلى العالم بس إذا هن تخلوا عن الإنبلة النووية مقابل تخفيد العقوبات بيكونوا ربحهم لأنه أنا بدي خبرك أنه بهذا الاتفاق اللي حصل كان في عندهم اتفاق تاني عم ينسعى بشكل سري بمحادثات مباشرة بينهم وبين الأميركيين بسلطنة عمين ولدرجة أخذت هذه العملية الداخلية السرية أخذت حجم مهم لدرجة أنه رئيس أوباما أصبح عارف بتفاصيل كل البرنامج النووي الإيراني وعندما جاءتري أخذ موافقة نهائية أخذها مباشرة من بعد ما أطلع رئيس الأميركي بالهاتف على التفاصيل الاتفاقية معنيتا سوف يكون لإيران دور مباشر مستقبلا في مساعدة الولايات المتحدة لحل حالة مجمل أمور الشر الأوسط كمان هون عندي سؤال كانت المشكلة الكبيرة هي الغاز هل سيأتي الغاز من قطر أو سيأتي الغاز من إيران كمان كيف نحلت؟ ما نحلت بعد بس سوف تحل لاحقا وهون أنا في عندي ملاحظة مهمة أستاذي منشين تحتل إلا دول القليج لازم تستغل هذه الفرصة منشين تحتل ما تضل بعملية رفض بالمطلق لأنه مش مقبولي العالم كان بحاجة إلى السوق الإيراني بدهم كلهم يقدروا يشتغلوا هذه السوق اللي هي تعادل بستانة مجمل دول الخليج بما فيهم السعودية واليمن معنات كل هذا العالم يساوي عددياً إيران بقى السعودية مفترض أنه تقدر تأخذ على عتقة القبول بهذا الدور الإيراني الذي لازم يتحول إلى تعاون إيجابي بينه وبين دول الخليج إيران حالياً بدأت ساعد الولايات المتحدة في الملف السوري في الأمن الخليجي وفي الملف اللبناني حطماً هذا الدور إيتي والدول الخليج علي أنه تقبل بهذا الواقع مش أنت حتى تقدر يكون فيه إلى دور في المستقبل مش لازم يعني لا يفترض لازم يطلعوا من الإكواسوم مش لازم يطلعوا من المعادلة لازم يفوتوا عليها عشان هاي ردة فعل السعودية تنتي شوي ما بعض إذا بتسأل إذا عدم خبرة أو خوف لأنه الدخول في عملية المفاوضات من عملية سهلة طبعاً الدور الإيراني هو متهم أنه عم بيعمل مشاتب بالخليج بقى بالقطر وغير مطاريح بس هيدا ما بيمنع إنه لاحقاً الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسية عم بيستعملوا كل ما أوتيوا من قوي لإدخال إيران في لعبة مناطقية تسمح لها إنه تكون عامل تثبيت للسلام وليس عامل يعني اليوم أنت بتشوفي كتير سهلة إنه تكون الولايات المتحدة حليفة بنفس الوقت لإيران والسعودية ما في مشكلة كيف الولايات المتحدة حليفة لسعودية وإسرائيل وكل الصحافة الأجنبية بتكتب بين الأسطر أنا بتمنى إنه ما يكونش مظبوط إنه تجاه الخوف من إيران في أكثر من دولة خليجية فتحت خطوط سرية وشبع علانية مع إسرائيل حول هذا الموضوع وإسرائيل أكبر الخاسر بهذه اللعبة لأنهم ما قبلوا إنهم يسمعوا من الولايات المتحدة إنه إيران في عندها الاستعداد الكل لأنه بالحقيقة ما تعود تشكل خطر على أي من أفضل لأنهم يتقع المناطق هل تؤمن إنه ممكن الولايات المتحدة تعمل شي ضد مصلحة إسرائيل؟ ممكن؟ أنا بشكل أنا أنت بدي أذكر إنه وقت مؤتمر مدريد جيمس بيتر وبوش بير وبوش أش فرضوا على إسرائيل شيئين كثير مهمين أولاً جيبوا شمير على المؤتمر سمحوا إنهم العراق يبعث سكود وما ترد إسرائيل وجيبوا الفلسطينيين بس كانت الأهداف مختلفة ولا ولا بس منعوا عليهم قرد مساري هددوهم إنه ممنع تيتون وعملها جيمس بيتر وهيدي أمتولي لازم يعرفوها لأنه بدي إليها تشغلي إنه رئيس بارات أوباما إجا عطيوه نوبل لسلام شيء كثير مهم هالنوبل للسلام خلص فيه العراق طلع من وحول العراق يعني يخلص أفغانستين الشغلة كثير مهمة أستاذي اللي تلازم تعرفها إنه وقت اللي إيجيت مناسبة إنه يدرب سوريا فضلوا أن يعمل تحالف مع روسيا وأدخل روسيا مجدداً على لعب الكبيري لهي لعبة المعادلة الدولية وهذا شيء أمر كثير مهم بس بيقولوا هن الدموكراس ما بيحبوا الحرب هن الريبوبليكنز لعادة تنبيب السوري يجمع كل العالم ما ضروري ما ضروري مش أيدي هي فلسفي يمكن أن تكون هيد هي فلسفي بس هذا خيار سياسي كمين وهذا خيار سياسي وأنا برأيي خيار سياسي ناجح لأنه هلأ بغاق أوباما ربح اثنين ربح حديث كبير عن سوريا بطر بدون شوفوا تي بدون رتبوا هذا الموضوع والشيء التاني إنه صار في عنده فتح على إيران مش لضبط اللحبة العراقية لأنه وقت ترت الجيش الأميريتي العراق ترتها مسابة سائرة للإيرانيين وصارت تحت السيطرة الإيرانية على صفض الأطراد إنه عم يعملوا دولته وانا بدوا تشوفوا بجنوب شو بدوا يصير بقى بناء على هيد الولايات المتحدة هي قوية عظمة عودة إسرائيل إسرائيل بدت تقبل بهذا الأمر الواقع هلأ إذا منرجع لللي ولحقا الخوف الإسرائيلي إستاذي مهم إنه بطرب المحادثات اللي تبيري إذا السعودية دخلت بهذه اللعبة مع دول الخليج مفترض إنه نيجو يقولوا القوة النووية الإسرائيلية لاش ما بتدخل ضمن المحادثات ما معقول يفردو ما حدا رح يقبل الأوروبية بالأولون ما حدا رح يقبل إنه نكون مثل ما عملوا دامونا بالخمسينات ومساعدة الفرنسيين إنه يبقوا هني المساعدين الوحيدين على القوة النووية الوحيدة المقاتلة في هذه المنطقة دكتور إحنا ننهي الموضوع ونرجع للبنان ولسوريا بالتحديد يعني أنت بتتصور في حل قريب وأكيد هالحل بيأثر علينا لو نحن مربوطين حل قريب ما بتصور بس في حل لأنه إذا اتفقوا شو بعد بيمنع إنه قصة وقت لا في تقاسم المصالح بكل اتفاق كل واحد بدي يشوف قديش حصلوا باللعب معادة بس اتفقوا مش عها أول شي بيتفقوا لا بيتفقوا إيخي شي على هاي بالأول بيتفقوا على المبدأ بس يتفقوا على المبدأ بيبلش يفصلوا على التفاصيل ودايما الشيطان بالتفاصيل يعني هون بيبلش بدي نشد لحبال بدي نشد لحبال طبعا مستقبل حزب الله بدي ينترح بدي ينترح قصة إذا مضبوط معلوماتي أنه فيه غربي تركي أنه تساعد أقراض سوريا على أنه ينضموا إلى أقراض شمال العراق معناتها فيه عادة كتابة حدود وهذه عادة كتابة الحدود بدأت تشوف شو بده يبقى مين عم بيخسر فيها ومين عم بيربع بعدين أي دولة بدأت تبقى بسوريا هل سوف تبقى ما تبقى من دولة أو من دولتين يعني بعض نبعات بس أنه بالأليا على الطريق الصحيح أكيد فيه شيء بده ينحط على السكة يعني وعشان هيت وقت قلت أنه دول الخليج وخصوصا السعودية لازم تقبل تفوت بالمحادثات لأنه إذا بده يجي حل وهي داخل خاكج اللعبي معقولة تكون هي الخاصة به الموضوع هذا ومش لازم تكون معنا ولا أي مصلحة أن السعودية تكون خاصة بهذا الموضوع دكتور حناني مرسي كتير على هالتور دوريزون هكي يسموها وبتمنى نرجع نشوفك أكيد قريبا بالبرنامج هذا كان كل شيء للليلة مشاهدنا الكرام إن شاء الله تكون عجبتكم هالحلقة نعطيكم موعد أكيد أسبوع الجاية بنفس الوقت وهلأ فينا نكمل نتواصل على الموكع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها وهلأ رح تركن مع نشط الأخبار مفصلة تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة